اهلا بحضراتكم جميعا في نشرة اخبارية فنية وموجز فني سريع من تلفزيون اليوم السابع وتغطية لاهم الاخبار والاحداث والقضايا الفنية خلينا ابدأ مع حضراتكم بعنوين الموجز الفني اتحاد النقابات الفنية بيقبل استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين نادر ابو ليف يتعرض لحادث مع زوجته وابنائه جمعية المؤلفين والملحنين تتخذ اجراءات قانونية ضد عمر كمال بسبب اغنية الف ليلة وليلة اشرف زاكي يطمئن الجمهور على صحة الفنان هشام سليم البداية طبعا مع اتحاد النقابات الفنية وقبول استقالة الفنان والمطرب الكبير هاني شاكر عقد مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية برئاسة المخرج الكبير عمر عبدالعزيز جلسة همة جدا منذ قليل بحضور الدكتور اشرف زاكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج مسعد فودا نقيب المهن السينمائية وبعض اعضاء مجلسي ادارة نقابة الموسلين والسينمائيين لاتخاذ قرار حول استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه قنقيب للموسيقيين ومن ابرز اللي حضروا جلسة النهاردة كان الفنان ايمن عزب عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية وعبدالحكيم التونسي عضو مجلس ادارة نقابة المهن السينمائية بالاضافة لاعضاء كثيرين من النقابات التلاتة كان منهم الفنان حلمي عبدالباقي عفوا بصفته عضو مجلس ادارة نقابة المهن الموسيقية والفنانة نادية مصطفى عضو مجلس ادارة نقابة المهن الموسيقية ايضا والموسيقار احمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية وقرر المجلس اولا قبول استقالة الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية من منصبه وذلك بعد اسراره وتأكيد منه على استقالاته من رؤاسة نقابة المهن الموسيقية القرار التاني اللي كان في الاجتماع النهاردة هو اختار مجلس نقابة المهن الموسيقية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب العام بنقابة المهن الموسيقية طبقا لمواد القانون المنظم لانتخابات نقابة المهن الموسيقية والقرار التالت كان موافقة الاتحاد العام لنقابة المهن الفنية اللي بتشمل نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باجراءات جدول فتح باب الترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية حتى يتسنى للاتحاد مخاطبة الجهات القضائية للاشراف الكامل على العملية الانتخابية وبكده بيبقى الفنان هاني شاكر خارج منصب نقيب الموسيقيين والفترة القادمة سوف تشهد ترشح للكثير من الموسيقيين على منصب نقيب المهن الموسيقية أكيد هنشوف الفترة اللي جاية أسماء كتيرة هتترشح علشان تكون هي نقيب المهن الموسيقية الخبر التاني اللي معنا نهاردة في الموجز عن الفنان نادر أبو ليف كشف الفنان نادر أبو ليف تعرضه لحادث خطير من خلال حسابه على موقع الفيسبوك وكتب نادر أبو ليف على الموقع الف حمد وشكر ليك يا رب وان ربنا نجاني انا وامراتي وولادي الثلاثة لان عربيتي ولعت وده بسبب العين والحسد والقر وكتب كده بالزبط على الصفحة بتاعته يا ناس يا شر كفاية قر والعين صابتني ورب العرش نجاني والحمد لله طبعا احنا هنا من تلفزيون اليوم السابع بنقول ألف سلامة على الفنان نادر أبو ليف وعلى أسرته ان شاء الله نتطمن عليه في الفترة اللي جاية ويكون معنا هنا في تلفزيون اليوم السابع الخبر التاني برضو عن صحة أحد الفنانين اللي كلنا بنحبهم وبنتمنى طبعا الشفاء العاجل لي وهو الفنان الكبير هشام سليم اللي الدكتور أشرف زاكي يعني طمأن الجمهور على صحة الفنان هشام سليم وقال لنا في تصريحات خاصة في اليوم السابع أن الفنان الكبير هشام سليم هو متواجد حاليا بمنزله في القاهرة ويتمتع بصحة جيدة وإن شاء الله سوف يعود إلى الشاشة قريبا من خلال عمل تلفزيوني جديد لافتا إلى أنه على تواصل مستمر معاه ولا يوجد ما يستدعي القلق على الفنان الكبير الأستاذ هشام سليم طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان الفنان هشام سليم اختفى بقاله فترة عن الساحة حوالي أكتر من شهرين وانتشرت أخبار كتيرة جدا عن إصابته بمرض السرطان وده طبعا جي بعد تكتم شديد من النجم هشام سليم البالغ من العمر 64 عاما وهو ما بيحبش أنه يتكلم عن أخباره يعني حالته الصحية وبدأ الحديث عن مرض هشام سليم يعني من شهرين زي ما قلت لحضراتكم وهو قال يعني خرج في الفترة دي فيه تصريحات إعلامية وقال أنا الحمد لله كويس وكله تمام ومتهيأ لي السرطان أحسن من كوفيد اللي بيضيع البناء أدمين في ثلاثة أيام واختتم الفنان هشام سليم تصريحاته في الفترة دي وقال كل اللي يجيبوا ربنا كويس أنا بخير وقاعد في العين السخنة حاليا ووجه عدد من نجوم الفن رسائل كتير جدا كدعم معنوي للفنان هشام سليم كان أبرزهم الفنانة شريهان اللي كتبت على تويتر سلامتك يا حبيبي سلامتك يا أصدق الناس والبشر يا صديق أيامي الطيبة الجميلة الخبر الرابع والأخير معنا في الموجز الفني النهاردة هو خبر عن المطرب عمر كمال واغنية ألف ليلة وليلة قررت جامعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية الساسيرو اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الفنان عمر كمال لقيامه باستغلال أغنية ألف ليلة وليلة للفنانة الراحلة أمو كلسوم والأغنية دي طبعا زي ما حضراتكم عارفين هي من كلمات مرسي جميل عزيز وعلحان الموسيقار العبقاري بليخ حمدي وهو غناها بدون إذن وعشان كده أوضح الأستاذ فوزي إبراهيم الشعر الكبير أمين عام جامعية المؤلفين والملحنين إن ما فعله عمر كمال يعد جريمة اعتداء على مصنف فني وإن الجامعية بتجهز أوراقها من أجل مقاداته على ما فعله طبعا ده نظرا لعدم قيامه بأخذ إذن استغلال من ورصة الشاعر أو من ورصة الملحن أو الجامعية زي ما حضراتكم عارفين كان عمر كمال اقتبس لحن وكلمات أغنية أم كلسوم في أغنيته الجديدة بعنوان أغنيته اسمها خلينا صهرانين وغنى كده مقطع قال فيه يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة دليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة يعني خد نفس الكلمات اللي موجودة في أغنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلسوم واكتبس كلمات الراح المرسي جميل عزيز وخد اللحن الخاص بالموسيقار الكبير بليخ حمدي من غير إذن مسبق لأن طبعا الحاجات دي معروف أنك أنت عشان تغني أي مقطع منها أو تاخد أغنية من أغاني هؤلاء العزام لازم أنك أنت بتاخد يعني إذن أو بتاخد موافقة من جامعية المعلفين والملحنين بكده بتكون خلصت أخبارنا الفنية وبنشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في نشرة أخبار فنية جديدة شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم